متابعي قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة انا جاي ارد على سؤالين من الاسئلة اللي جات لي وهم متعلقين بLM ستوديو او سؤال كان في سؤال جالي كده بيقول لي اتي دخلت مرة واحدة كده على الLM ستوديو ونزلت النموذج واشتغلت به من غير ما تقولي جامنين وراح فين اولا انا شرحت LM ستوديو قبل كده على القناة ومنفترض المتابعين بتوعي اغلبهم هم من البدايات عارفين ان انا اتكلمت عن الحاجات دي من قبل فطبعا مش هاخد وقت انا تاني في شرح الLM ستوديو ونزوله عندي على الجهاز ولكن لو حبيتوا ان انتوا تعرفوا اكتر عن الLM ستوديو هحطيلك الرابط الخاص بي شرحه في الوصفة اسفل الفيديو والنموذج جبتوا منين في امكانية داخل LM ستوديو ان انت بمنتهى البساطة بتروح للسرش وبتبتدي تكتب النموذج الموضل انت بتدور عليه من على Hugging Face فبينزل ودي اغلب النموذج اللي احنا بنزلها زي ما احنا شايفين كل اللي عليك ان انت هتكتب اسم النموذج هيبتدي ديك النموذج ده بالاصدارات المختلفة بتاعته وبتقدر هنا تشوف حجمه قد ايه وتبتدي تنزله بالنسبة لامكانيات الجهاز اكيد طبعا كلما كانت امكانيات الجهاز عالية كلما كان افضل لعملية اللودنج هتحمل بشكل يعني افضل وحيشتغل معاك بشكل افضل بشكل عام طبعا لو جهاز بتاعك الرمات بتاعته 32 جيجا بايت هيكون كويس جدا مش هتواجه مشكلة لو انت مثلا الجهاز بتاعك انتل كور اي 5 هيبكون كويس كور اي 7 طبعا هيكون ممتاز انا عندي AMD Ryzen فبالتالي انا بصراحة شغالة معايا زي الفل مافيش اي مشكلة فالجهاز بتاعك على حسب بقى على حسب كمان حجم الموضل اللي انت بتنزله طيب ده بالنسبة الاول سؤال فبالنسبة للم ستوديو هتلاقي فيه في الوصفة اسفل الفيديو الرابط الخاص بالفيديو اللي احنا شرحنا فيه بالنسبة لي الحاجة التانية او السؤال التاني وهو المتعلق بي ازاي بعد ما نزلت النموذج اعمله ديليت انا جربته خلاص قد اكون ارتحت معاه وقد اكون مرتحتش معاه وقد اكون زي كده مثلا بيجربه وطبعا انا مش عايزة اسحم نفسي وتقل الجهاز بتاعي واخد من مساحة الجهاز بتاعي فانا عايزة اعمله ديليت طب اعمله ديليت ازاي بقى من داخل الموضوع ده اللي ام السوديو هو بيكون موجود فين اصلا دلوقتي انت لو رحت للداونلودز هنا بتبتدي تلاقي النماذج اللي انت نزلتها طبعا انت ممكن كلير الداونلودز هستري نصيحة ما تعمل لهاش ديليت عشان دايما يبقى بمنتهى البساطة انت لو رحت كده open in file explorer ولو انت مجددك كلير للداونلودز هستري ممكن انت تعمل سرش عادي داخل الدرايف بتاعك لكن في الغالب يعني انت هتلاقيه موجود في الداونلودز هيوديك open in file explorer هذه النموذج هو هاقف عليه او وروح هنا هاقف عليه عمل ديليت خلص حيبتدي إنه هو يتعمل له Delete هنا قال لي هو مفتوح في اللم ستوديو فلازم أروح أقفل اللم ستوديو الأول يعني هو مش هتعمل له Delete إلا ما تروح تقفل اللم ستوديو لأنه حيقولك إنه هو News إنه لو قفت هنا وعملت Delete حيقولك إنه أنت بتستخدمه أو هو Open in another program فأنت لازم الأول تروح تقفله ده منتهى البساطة الرد على السؤالين أتمنى تكونوا استفدتوا أو الناس اللي كان الموضوع دوا بهمها حابة إنه كانت تلاقي إجابة عليه تكون استفدت من فيديو النهاردة فيديو قصير ولكن كان من المهم إن أنا أجاوب على السؤالين دول خصوصاً لو أنت بتنزل موضلز كتير هتبص تلاقي عندك خلاص أنت ما عندكش مساحة عندك على الجهاز لازم تعمل Delete للنماذج اللي أنت على الأقل مش بتستخدمها وأيضاً لازم تعرف إزاي تستخدم LM Studio وتحمله إزاي وتنزله علشان خاطر تقدر تنزل أي موضل عايز تجربه أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة إبو تكفري وزين بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت لو اللحنة بنقدمه بيفيدك كنت متابعينا الأعزاء ولكنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته